اشتركوا في القناة من اصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين كما قدم سموه تعازي ومؤساته الى اسرة الانهيان داعيا سموه الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اسرة الانهيان الكرام جميل الصبر وحسن العزاء وان يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الخير والنماء لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واستذكر سموه جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رحمه الله في دعم قضايا الامتين العربية والاسلامية منوها سموه باسهامات الفقيد الحافلة بالعطاء والتي كان لها بالغ الأثر في مواصلة تبكين النهضة والنماء لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وما تحقق لها من منجزات تنموية شاملة عبر مختلف الأصعدة منوها بالرعاية والاهتمام التي أولاها الفقيد الراحل وأخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا لعلاقات الأخوية التي جمعت بين البلدين الشقيقين والحرص على مواصلة تعزيزها حتى وصلت إلى مستويات مميزة على كافة الصعود من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة اشتركوا في القناة